مرحباً منذ ينتظر على الأبواب وش لازم ننضيره؟ مرحباً لازم ننغيره لبوصل على هذا البلد الأرابي مرحباً بحالكة قادير الكبري في القطرة يمنعرفوا شئ لها الكثير حناكتشفوا مع بعض ونشوفوا تقاليدهم من تربية السقور إلى التفحيد على الرمال والصيارة هي الوحش تعنا هي اللي وصلتنا هنا لأنه طريق صعبة ولماذا لا نحضره سباق الجيمال؟ استقبل وبعدها نامل جوله في سوق واقف مرحباً ونصف المدينة التعليمية ومكتبتها الجميلة يذهب الكتاب لأي مكان في كل مكان الكتاب يجارد له القتل أهزين وخبرته فيديو Kublar جميع من جميع ان يعبدها قطر صحرا وهوelijk من غير رمال وارمال النarius ومشيкую غلطة تتعمل هذا الفيديو لأن لكم جميع المنزح في الموند في 2022 سأساعدكم جميعكم وتتعرفوا على قطر مليح كل انظار الان من انت تجي نحو قطر هي راح تكون اول دولة عربية نضمن الموضوع راح تشو معين دير بيكم مهجولة في السوق واقف واحد من اقدم واشهر اسواق هنا في الدوحة وفي قطر فراكم على اسمه سوق واقف انه مبكري هنا في السوق كانوا بياعين في الدخلات يبيعوهما واقفين ستايل تاومي عماريش عربي اسلامي طعين وخشب شوف هنا الدار هذيك فش مليحة فندق هذيك مسجد وهنا كين مقهى ومقاهي والسوق مشهور بالمحلات هذو اللي يبيعوه الهدايا والحلويات والبهارات ايضا هذا يبيع الحلوة ها وقاعد يخدم فيه هلو السلام عليكم السلام عليكم ايش اسمها هذه الحلوة وش اسمها اميريا اميريا في قاتلية جاءت حطفة ذاك الزحران نعم الزحران النشاء مخسرات مايبار كل شيء وشوفت تقنات صلع الفوق وبعد ذاك تمصها وتخرجها برا من هنا يجيوا سكانت عدو حاطع بكري وحتى الدك يجيوا يقذيوا شوالسوق العصر تحمل القصبة وين كان المحلات هذو القدم اللي تلقى فيها كل شيء سرمي كيف تموها هالي هذه قاري 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 سموها قاري سموها برويطة برويطة في الجزائر هي افضل حاجة تديرها هنا في سوق الوقت هذا شوال برويطة في راكمت وموشيه حسنا ندخلونا كله هذا الخبز اسمه خبز التنور يدخلوه في الفرن يجب أن تكون ناركة شعلة موقودة يدخلوه في الحيط ليه ليه بادي طيب العجينتها خفيفة هذا شبه القارة الهندية الهند الهند باكستان بانجلادي يجب أن نشاهده ساحن كبده وشاكشوكا وحمص هذي شاكشوكا وهذه حمص حمص حسنا حسنا بسم الله لم يكن لديك إنسان عاقلي يقدر لدينا الشعر للأكل إبداع تأكل ترتاح غراس كيهنو يأكل أفقار يأكل أفقار يأكل عايشة ومع ذلك الكبدة فكرتني في الأيام تخوى لتع باكستان تأكل بيد بيد خبز برد شوية يبرد ليه ليح مجرد وطلع تشكتوكا تحمل وشيكي مات على تشكتوكا خلاصة الشاي باش نمسحوا بيه حمص شوري مقبول ربس مشكي مات على السوارة بصح منيح يفوت بيتكمل جولتنا داخل سوق واقف خاصة ندخل من المحلات الألبسة تجيروا بالقاطرية ما تصروحش تديرها بدون ما تجرب حاجة تقليدية جيب سوار القاطريين فجيت هنا لهذا المحل باش نشري لبسة ندير العمامة وناطح لازمني الخير قامسي يكون مورح وفطفال هذا باني ضيق شوية صح؟ لازم يشوف محل واحدة أخر جيت عنده واحدة أخر قيشت هذا يدرا هذا تبني هذا خير خاصة كواليتي أفضل حس روحي أفضل فيه شوه نقط صاحا شوه كما يقولون مصار وكاشخة يدغره الأبيض يليقوبي حسي تروحي ملاك حسي تروحي شغل عندي الضره أيها بعد اللباس نخرجكم من شارع كطارة بس شوفوا حاجة مميزة فيه هل ترون معي فيه هنا؟ عراق المشيهية لا 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 هذا المياه هذا هنا مكيف هوائي في الصيف هنا درجة الحرارة يتعد عليها بثاف يشعلون هذا في الشارع كطارة تقولين لا تشعر بها سخانة يخرج لها البارد من هنا ويبرد فكره الله غير فكره حرارة الخارجية 40 إلى 45 في كطارة توصل تقريبا 18 إلى 20 درجة قوية هل ترون القوس هذا ستايل أوروبي قديم من جهة الأخرى الباب مقابله ستايل عربي ويوجد فيها مبنية مستوحات من فرنسا محطات الميتر والزخار فعلا ما مكتوب هنا؟ غالرية لافايات ما رأيك في فرنسا؟ تبقى هناك كافي بوشكين بواري هذا الشارع كطارة بكل مستوحات من عدة ثقافات يعني الناس يأتي هنا في المونديال يصبح روحة النص مازالوا عند الرواحم وجهة الأخرى يدخلوا عند العرب كيف المساجر وانتها ماشي ستقابل هذا المبنى والحمام يدور حوله والأخشاب خارجه منه من كل جهات هذا كامل بيوت حمام هذا الحمام قاعد هنا في وسط كطارة هذا هنا هي مسجد نرى بلسطا وانتها مجوعة أسباك يستعان ندخل ونرى كيف مدعير تدخل هذا المسجد تصلي فيه صلاتك وبعدها تمشي للشاطئ الشاطئ شاطئ كطارة مليح لا غير مليح مثل هذا كأنه خارج صغير طبعا هذه البناية بكلمة كانت خارجة كانت خارجة غير هذا الشاطئ والناس هنا يأتيوا صيادين يخرجوا إلى البحر يعني تقدر تزور كطارة بعدها تقوم هنا وعندهم خيام تحب تكريحهم وتقوم وهي كان القواربة دوكستايل عربي قديم وهذا هنا المصرح الروماني كطارة المصرح يديرون هنا كتعرف وكل شيء مستعملين الهندسة الرومانية كتع الصوتها هكذا المصرح يأتي ولكن الرخام وعندهم بعض الروشات هنا يستعملوا هذا السعف بتعنخيل من الشكل ومن الخلف هناك مداخل واحد وثلاثة أربعة شاهدوا معي هذه يسمونها بطولة كيف ينبسونها 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 كما العجار عندنا هنا يفتخرون بها وناس دي تتصور يقولون للناس هذا ستايل حتى بعد في كاس العالم يأتيوا الناس يقولون اسمه بطولة يحشمون شباعة ما رأيكم في هذا المبنى ماذا هذا؟ مسجد مسجد الفوسي في سائل الذهبية ترى في هذه الخارجين كما كان هناك في الكعبة عندما يصب المطر يخرجون منها هنا القاطنين يسمونه ميرزام لا يوجد ذلك هناك في الغطرة كما ترى تضرب هنا وتعكس وتعطيك المنظر ترى في هذه التجرة تغير في السحراء تخرج من تحت الأرض ماذا تستوحى من هذا الديزاين هذه لنبة ليس نابت ماذا؟ ماذا؟ ترى ترى مصنعة في جزيرة مورانو إيطاليا شجرة تنبت في جنوب قطر في المناطق الصحراوية بين تلال رملية من شهر 11 نوفمبر لحتى شهر 3 مارس من كل سنة ترى هذا المناطق الصحراوية تضعين فيه علامة لدولة وربطين مع بعضهم من المناطق الصحراوية من المناطق الصحراوية من المناطق الصحراوية الآن نتحدث عن التنقل في الدوحة أنا جربت تطبيق المترو الذي لديه خاصية تطلب فانديك وينتكون وتوصلك محطة المترو لكن مرة تأخذ وقت لتوصلك على حسب الناس التي طلبوها وفي طريقك ترى مباني العالية والجميلة على قطر بشورة النظيفة كما هذه وصلت إلى المناطق المترو ترك المترو وكما تنزل تستطيع أن تحجز واحد يوصلك الخلاقة والحق نضيف المترو جميلة فالقاطريين لا يحتاجون هذا المترو فالقاطريين لديهم سيارات لا يستعملون هذه المناطق الصحراوية يعني يخموهم بالإضافة إلى المنديال وفي يوم الماتش لديك تذكرة مجانية تستخدم الفان ايدي فيها كود QR تسكنيه ولكن تذكرة ليس غاية 2 ريال قاطر يعني ليس شيء كبير دعونا نرى المترو من داخل كيف واو ما شاء الله ما هي الملحة شوف هنا ما هي الملحة تأخذ الملحة بسيطة معمام والمراحة والعباية والعجار ما هي الزخرة هنا ومن الأماكن التي تقضي فيها وقتية الموالات ويوجد الكثير منها هنا في قطر لا يوجد طاولة والصيف والصيف ستكون سخانة وإنما توجد أي ملاحة في الملحة تجد الكثير من الجوب حيث يأخذ المطاعم وهي المطاعم ويأخذ الهواتف وكل شيء يتكلم وانهم الكثير من الواجة لديهم كيفية هذه الهندية والمراكز العالمية ومعاركات العالمية بالنسبة للأسعار إذا كنت مقيم هنا سأجيك عادية أما إذا جيت من قارة إفريقيا سأجيك شوية غالية كان يجي في بالو سؤال هل قطر آمنة؟ آمنة خاصكم تنسها وعلى السريقها والمشاكل تسوق هاني تمشي هاني تحط تليفونك هنا تروح غذوة أو ترجع تلقاه ما زال هنا أو تلقاه عن شخص مخبيه وين يتصلوا بك حتى يوصلوا هولك أنا نسيت الجوبرو نهار رحت الماتش ساحب الطاكسي في الأبكتب الذي رأيك نسيت حاجة وبقى محالة تواصل الجبهة بعد يومين سوف ترى معي هذه الحاجة هذه هي نطفة على الإنسان كيف كان هو صغير بعدها كيف يتطور بعدها شوف كيف يولي ويبدأ يتكون الجنين بعدها الجنين يبدأ يدين بعدها يبدأ يدين الرجلين بعدها الحبل الصورة يتعب شوف كيف حجمه ويبدأ يكبر شوف هذا زوج تواهم زعم بعدها يبدأ يتكعبر ويقف كيف يتقل براسه بعدها كيف حجمه وفي الأخير يقول لي فلس غير مبارك عليك هذه تبين بثائف حاجات مليحة تفصيل أنه مستشفى يعطيك شغل التفاصيل وتعلق بالطيب من جهة أخرى ترى العظامات الخالق وهذه المنطقة التي رأينا فيها الآن اسمها قطر فونديشن فيها بثائف مبنى هنا كل مبنى وش فيه كين جميعات كين مكتب أوطانية رأينا راح نشوفوها وفيها الملعب تكاس العالم المدينة التعليمية اسمه تقدروا جواب المطر رأينا في المدينة التعليمية في قطر في الدوحة هذه المدينة التعليمية فيها بثائف حاجات مش نورمال حاجة الأولى هو المبنى تحالي صمموا مهندس معماري هولندي والطريقة اللي داروا بها يجعل فتوحات بثائف بشي يبقى لهواء داخل كما ذكر ويضرب فيها لهواء يا كونالكوا تحالي حقا تحالي حقا تحالي ومعما باقرار حلو مملينة يختفى والخفر مثل هذه المدينة ومفرحات الأولى دوسرات الأولى هذه المدينة وهناك الشجارات التي ترونها من نباتات كامل جايبين من الصحراء لكن ليس من الصحراء كل واحدة من الصحراء مختلفة مثل من الصحراء في أفريقيا ومثلين من الصحراء تجلبهم صحراء عصصين وهذه هي صافارة تنزانيا وهذه القوس الصافاري والفكرة من هذه المدينة التعليمية كاملة أنهم حبوا يرجعوا إلى مستوى التعليمي هنا عالي بزاف وجدارهم جامعات الكبرى العالمية مثلا هذه جامعة كورنيل للطب وهذه جامعة تكساس للهندسة وهذا الجو فيها مسجد وهذه هي كائنا مكان التي يربيوا فيها أجود خيول عربية التي كنا هنا وحاولها كامل المرفقات اللازمة ولكن يخلقوا هذا الجو تعالى الناس وين يأتي ويتلائموا ويتعلموا مع بعض آهم ويقرأوا يعني يوفروا لهم كل شيء في ساحة حوالي 12 أو 13 كم مربع وهو الملعب من المنظر تعالى وكيفاش ومن أعلى المبنى هنا تقدر تشاهد سكانالين تعالى الدوحة بناية العاليات حمى ذيك لها أحد يمكن أن أذهب لجميعها فى الدوحة يحفظة كل وأحد يمكن أن يسعقها في المنظر ويجعلنا في المنظر كممانات هنا؟ كمانات هذي عنها؟ حديثنا لدي أتبع المنظر من الوظهر من أكثر من 80 مرات مباتاً والذي تنبع في المنظر التي ترى هنا كما تتكلم عن الوظهر فأعتبرنا سيكتظر على الوظهر شيء عبد 6 إلى 7000 أشخاص يتبعون المنظر من المنظر كما أكثر من المنظر هنا يوجد مكان الوحيد للناس الذين يحبون يخدمون مثلا الجواء الطيف عنده صاحبه يقرأ الداخل يقدر يقعد هنا يخدم باللابتوك ويسن لديه الكهرباء ويشارجي ما هو الديزيان الآن مكان هذا كفش مختوم عندك هنا كورسي تقعد فيه اوه مانيفيكوس يجب أن نعلم على قطع كما هكذا لكي تفهمي هكذا مونتاج هكذا هكذا انظروا هنا كان المترو المترو يدور على المدينة كاملة يمشي كل مكان إلى مكان المترو يدور على المدينة التعليمية ويجب أن نعلم على كل شيء لكي يخرجوا في الأخير سألوني على الأسعار هل غالية وليس غالية سألت قليل أسعار مثل مثل الجامعة هذه الأمريكية وتع تكساس نفس السعر في الجامعة في تكساس لا يوجد فرق الأسعار بين هذه اللي هنا في الدوحة والله اللي في الماريكات المسجد الذي سترونه الآن معايا هو أجمل المسجد يوجد خمس قواعد 1-2-3-4-5 حسب أركان الإسلام وكل واحدة فيها آية وهذا المال يتسمعون فيه الوشي يرمز فيه نظر الأنهار الموجودة في الجنة يعني كي تسمحها كما هكا متدخل مسجد يعطيك واحد إحساسك أنك تدخل الجنة وهذه الحديقة الخلفي فيها 24 نبتة كل النباتات المذكورة في القرآن الكريم موجودة هنا لدينا فلسفة هنا في الدوحة الماء موحيط بك في كل مكان لأن الماء قبل أن تبدأ تصلي تتبضى فيخليك عندك إحساسك وعندك مربوط بالماء والناس عندما يأتي هنا ترون المبنى هذا الدوحة لا يبدو المسجد لأنهم يجبونه بطريقة مواعصرة عند الزوج منارات تجهد نحو القبلة أعطيها اسم هذا مسجد المناراتين وفيه زوج حاجات فيه جامعة وفيه مسجد يعني الآن في هذا الجهة سنتدخل فلقم قل واحدا تنتعوا ومنات تخلع توا وشوفوا شوفوا 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 ما شاء الله في حتى أرصى في الوسطى شوف هنا كتبين أوقات الصلاة والفوكين كاميرا بلك يسلي فيها المباشرة تلفاسي بيزاين توا إذهشوا هذا المسجد الأشياء ومعظم التعامل المسجد هذا فيه أسنع المسجد المسجد وهذا أصبرنا تقل من المسجد ومعظم التعامل لتخل المنزة من السعودة هذه كجهة النساء يصليوا الفوق خلال العمارة ويصليوا يمكنك أن ترى كل مكان وفي الخطة وفي الخطة وفي الخطة وفي الخطة يخرجوا بره ويصليوا الخطة من هنا يصليوا خطة واحد ليسوا واحد هنا وواحد بعيد لقائي هذا هو المنبر معروفة ومفهومة لكن في رأيكم هذه هي الشخص يترجم للخطبة بلغة الإشارة لأن هناك أشخاص تصلي لا تستطيع تسمع وكذلك هناك شيئة أخرى مثلا الإمام يتحدث بالعربية ولكن هناك أشخاص يترجم للخطبة يترجم للخطبة ويسمعوا الخطبة بالإنجليزية باللغة الأردو لأن هناك الكثير من جهة باكستان والهند فماشاء الله يرى كيف يترجم للخطبة حتى الأثاث الزوايا ليس هذه الحادة تشعر فيها تعب في التصميم شوف شوف هناك ما شاء الله يعني لو تعرق نهار الجمعة بسه لا تعرقش هنا لكن مبرد يقف فوق الإمام في الدرس وقال لك هذا النفس لما يكون العيد يخرجوه البرا وعدا هنا لم يحراب يقف الإمام يقرر في المايكروفون الحديث من السماء والدفع علي منجيرو وعلى الريق و أدو إبارز بابو من البحر لذلك عزيزة هل هو إراكي؟ لا إراكي هو إراكي الراكي ركزي أنا أشكد أنه بأمسم 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 بأمس بأمس أنا أمريكا من رجل بيش أنا ليس من مكان جداً لذا فأنا أحضر في هذا الوقت مع الكثير من الهواء شكيف أني لابس ما شاء الله بس كمان لابس حسناً يعني أنت لو ترى لألسكا تموت وعندما تقول كول ما هي تفنية كول هل يتغلق؟ صبر صبر صعب أفتح 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 صحيح أفتح صعب صحيح صحيح لا 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 شوفوا معي شوفوا معي كيف ما شاء الله الآيات في كل مكان واو شوفوا شعلوا الإضاءة ودوم الماناراتين متاجهين للقبلة السعودية جاء مننا وشوفوا القبلة كيف أكا وجاء مع الغروب هذه المانارتين يبانوا من بعيد يعني لو تكون بعيدة بخمسة كيلومتر تقدر تشوفها وتعرف القبلة وشي متعة هنا أكثر شيء صحيح روعة؟ في الداخل كان شوية 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 تخففوها في المحراب وفي الصقر هذه سورة الحجرات 13 آية من سورة الحجرات لأنه فيها الأخلاق تعايش أوه ما شاء الله فكمان معروفة بسورة الأخلاق تذكيرها للناس ياهو الناس إن أخلقناكم من ذكر وأمثى وجعلناكم شعوبة قبائلة التعارب شوف الفوق باسم الله الرحمن الرحيم تبدأ من فوق الآية وبعد تنزل بالسطر بالسطر ومن رح تل أخير لها وتعود تقرأها إبداع ماني فيكوس أنا هذا الفيديو حبيت نختمولكم بحاجة تفتور الشمس غربة بس ما لازمنا نتظروا الأهذان المغرب حبيتكم نسمعوها معايا ونودعكم الله أكبر الله في الحلقة القادمة رح نشوفه مع بعض أفخم مكتبة في قدر يتم سيانته في رجعلك كتاب مضروب ترجمة نانسي قنقر